السلام عليكم، هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصير الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللغة العربية الصف التاسع الجزء الأول الوحدة الخامسة من مآثر البادية الاستماع استمع إلى نص الحميمة الذي يقرأه عليك معلمك من كتي بنصوص الاستماع ثم أجب عن الأسئلة الآتية واحد، ماذا أطلق العرب الأنباط على الحميمة قديما؟ ثانيا، لماذا سميت الحميمة بهذا الاسم؟ ثالثا، علامة تدل المواقع الأثرية المتعددة فيها رابعا، اذكر ثلاثة من الآثار الموجودة فيها خامسا، لماذا كان للحميمة أهمية تجارية وزراعية؟ سادسا، ماذا مثلت الحميمة بالنسبة للعباسيين؟ التحدث أولا، تحدث إلى زملائك عن أحد المعالم الأثرية في البادية الأردنية ثانيا، حاور زملائك في حب الوطن مسترشدا بقول الشاعري بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام القراءة، هذا هو الأردن هذه النجود من الزنود رمالها والأوفياء الطيبون رجالها العاديات خيولها لم تفترق عن ساحها والصابرات جمالها صحراء إلا أن سعف نخيلها قضب يعز على الدخيل منالها وفقيرة لكن يابس شيحها لا تشتريه الأرض أو أموالها وإذا البطولة لم تكحل عينها بغبارها لم يكتمل أبطالها ومن البداوة كانت الدنيا وفي واحاتها الخضراء صيغ جمالها وعلى بني الإنسان فاضت شمسها بالخير والنعمة وفاض هلالها يا خيمة الفصحى ورايتها التي عزت بها وتباركت آمالها ما زلت للعشاق شمس محبة لا تنتهي أنوارها وضلالها ما زلت للفرسان ساح شهامة تزه بهم كثبانها ورمالها والأردنيون النشام مهجة رقت ولكن في الوغى استبسالها شم الأنوف على السيوف توكأ الصيد تستبق قولها أفعالها وإذا العروبة لم تزين هامها بعقالها ضاعت وضاع عقالها يا إخوتي للشعر في هذا المدى فرس يتيه بحبكم خيالها والشعر مثل السيف إن لم ينتصر للحق ضاع من الحياة جمالها حيدر محمود التعريف بالشاعر حيدر محمود شاعر أردني ولد في حيفا عام 1942 ميلادية اشتهر بشعره الوطني ومن آثاره شجر الدلفة على النهر يغني ومن أقوال الشاهد الأخير وعباءات الفرح الأخضر وكتب في المسرح أيضا وله قصائد مغنى وأعماله الكاملة مطبوعة جو النص يتحدث الشاعر في هذه القصيدة عن البادية الأردنية ذاكرا مآثرها وصفات رجالها المعجم والدلالة أولا أضف إلى معجمك اللغوي النجود مفردها النجد وهو الطريق الواضح المتصل ومكان نجد مشرف ومرتفع قضب مفردها قضيب وهو الغصن توكأوا اعتمدوا الوغى الحرب لما فيها من الصوت والجلبة ثانيا عد إلى أحد المعاجم وتعرف معنا كل من المفردات الآتية العاديات الزنود السع الصيد الشيح يتيح ثالثا راجع مادة عقلة في المعجم واختر أقرب معنى يتناسب مع استعمال كلمة إقال في القصيدة رابعا ورد في القصيدة كلمة النشامة ألف تحقق من فصاحة لفظ النشامة من أحد المعاجم با ماذا قصد الشاعر بلفظة النشامة جيم اقترح كلمة أخرى مقاربة لها في المعنى الفهم والتحليل أولا أشار الشاعر في القصيدة إلى الفكرتين الآتيتين ألف قيمة الصحراء على الرغم من فقرها با الصحراء موطن اللغة العربية الفصيحة عد إلى القصيدة وتبين موطنهما ثانيا استخرج من الأبيات الآتية جوامعة ومعانية مشتركة ارتبطت بالبادية وسكانها وإذا البطولة لم تكحل عينها بغبارها لم يكتمل أبطالها ما زلت للعشاق شمس محبة لا تنتهي أنوارها وظلالها ما زلت للفرسان ساحة شهامة تزهو بهم كثبانها ورمالها ثالثا ألحمت الصحراء الشاعر نظم الشعر مع جدبها وقسوة الحياة فيها علل ذلك رابعا ذكر الشاعر بعض معالم الطبيعة الصحراوية من حيوانات ونباتات وواحات وتضاريصة وغيرها خامسا شمل خير الإسلام البشر جميعهم أشر إلى البيت الذي يدل على ذلك في القصيدة سادسا قول الشاعر الصيد تسبق قولها أفعالها يوافق جواب الخليفة المعتصم ردا على رسالة ملك الرومي قبيل معركة عمورية الذي يقول فيه الجواب ما ترى لا ما تسمع وضح وجه التوافق بينهما سابعا ذكر الشاعر في البيت الأخير وظيفة مهمة للشعر وضحها التذوق الأدبي أولا ما مدلول لفظة الزنود في قول الشاعر هذه النجود من الزنود رمالها والأوفياء الطيبون رجالها ثانيا قال الشاعر صحراء إلا أن سعف نخيلها قضب يعز على الدخيل منالها ألف ما العلاقة بين الصحراء والنخيل با بما صور الشاعر سعف النخيل جيم من المقصود بالدخيل ثالثا اقرأ ما يأتي ثم أجب عن الأسئلة الآتية قال الشاعر اللبناني سعيد عقل واصفا الأردن في حجم بعض الورد إلا أنه لك شوكة ردت إلى الشرق الصبا وقال الشاعر حيدر محمود والأردنيون النشامة مهجة رقت ولكن في الوغس تبسالها ألف في البيتين السابقين صورتان متشابهتان وضحهما با هل يمكن أن تجتمع الرقة والقوة معا؟ وضح رأيك جيم أي الصورتين أعجبتك في التعبير عن الفكرة؟ لماذا؟ رابعا وضح عناصر الصورة الحركية واللونية فيما يأتي وإذا البطولة لم تكحل عينها بغبارها لم يكتمل أبطالها ومن البداوة كانت الدنيا وفي واحاتها الخضراء صيغ جمالها خامسا وضح الصورة الفنية فيما يأتي وإذا العروبة لم تزين هامها بعقالها ضاعت وضاع عقالها والشعر مثل السيف إن لم ينتصر للحق ضاع من الحياة جمالها سادسا استخرج صورا فنية أخرى من القصيدة ووضحها سابعا كرر الشاعر تركيب ما زلت مرتين ما المعنى المستفاد منها ثامنا اقترح عنوانا آخر للقصيدة تراه مناسبا للمضمون قضايا لغوية أولا ما نوع كل جمع من الجموع الآتية؟ نجود زنود العاديات الطيبون ثانيا ما جذر المفردات الآتية؟ يابس الزوال تكحل آمالها توكأ ضاع ثالثا أعرب ما تحته خط إعرابا تاما هذه النجود من الزنود رمالها والأوفياء الطيبون رجالها الخط تحت الطيبون ما زلت للعشاق شمس محبة لا تنتهي أنوارها وظلالها الخط تحت ما زلت للعشاق شمس محبة يا إخوتي للشعر في هذا المدى فرس يتيه بحبكم خيالها الخط تحت فرس رابعا أسند الأفعال الآتية إلى ضمير واو جماعة الغائبين مع الضبط السليم يعز تنتهي تزهو الكتابة أكتب في واحد من الموضوعين الآتيين أولا فقرة تعبر فيها عن مشاعر الحب والحنين لمسرح طفولتك عامدا إلى موقف أو حدث جميل في حياتك عارضا له على نحو من فكرة لماحة وعبرة مجزة بقصير العبارات وجميل المشاعر ثانيا مقالة عن أثر حياة البادية في شخصية الفرد من حيث مواجهة الصعاب وتهديب النفس واكتساب العادات الكريمة مختارات من لغتنا الجميلة الحنين إلى الوطن لما تزوجت ميسون بنت بحدل الكلبية أم يزيد بن معاوية بمعاوية وكانت ذات جمال باهر حيأ لها قصر مشرفا على الغوطة وزينه بأنواع الزخارف ووضع فيه من أوان الفضة والذهب ما يضاهيه ونقل إليه من الديباج الرومي الملون والموشى ما هو لائق به ثم أسكنها مع وصائف لها كأمثال الحور العين فلبست يوما أفخر ثيابها وتزينت وتطيبت بما أعد لها من الحلي والجوحر الذي لا يوجد مثله ثم جلست في روشانها وحولها الوصائف فنظرت إلى الغوطة وأشجارها وسمعت تجاوب الطير في أوكارها وشمت نسيم الأزهار وروائح الرياحين والنوار فتذكرت نجدا وحنت إلى أترابها وأناسها وتذكرت مسقط رأسها فبكت وتنهدت فقالت لها بعض حضاياها ما يبكيك وأنت في ملك يضاهي ملك بلقيس فتنفست الصعداء ثم أنشدت لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوفي وبكر يتبع الأضعان صعب أحب إلي من بغل زفوفي وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من قط ألوفي ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوفي وأكل كسيرة من كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيفي وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من علج عليفي خشونة عيشي في البدو أشهى إلى نفسي من العيش الضريفي فما أبغي سوى وطني بديلا حسبي ذاك من وطن شريفي أبو إسحاق بن علي غرر القصائص الواضحة أولاً الغوطة اسم البساتين والمياه التي حول دمشق ثانياً الدباج ضرب من الثياب ثالثاً الروشاً الرف رابعاً الترب المماثل في السن وجمعه أتراب خامساً الحظي من على شأنه ونال الحب عند الناس فائدة ميسون بنت بحدل الكليبية امرأة من قبيلة كلب ومسكنها في الأردن أنا ذاك ومنهم قائد الجيش الأموي الذي قال فيه كثير عزة إذا قيل خيل الله يوماً ألاركبي رضيط بكف الأردني سحى لها النشاط عد إلى ديوان المتنبي أو ابن الرومي أو أحمد شوقي أو غيرهم من الشعراء واستخرج أبياتاً فيها الشوق والحنين للوطن وعرضها على زملائك باستخدام أحد برامج الحاسوب مدعمة بالصوت والصورة أبو إسحاق بن علي هو محمد بن إبراهيم الأنصاري الكتبي المشهور بالوطوات 632 إلى 718 هجرية كانت صناعته بيع الكتب وكان أديباً من كبار الأدباء أولاً الفجو الطريق الواسع بين جبلين ثانياً زفوف سريع المشي مع تقارب خطوباً وسكون ثالثاً كسر الخيمة جانبها رابعاً العلج كل جاف شديد من الرجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر